قال مسؤول وقيادي في الروهينجا قال إن ألافا من الروهينجا المسلمين فروا من قطاع حدودي بين بيانمار وبينجلاديش بعد اجتماع بين البلدين لبحث إعادة توطيد العلاقات ومن جانبها عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من إعادة حوالي 5300 شخص بالمنطقة الحدودية قصرا دون اعتبار لسلامتهم هذا وفر قرابة 700 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش بعد حملة الجيش قالت الأمم المتحدة أنها تصل إلى حد تطهير العرقي بعد تقارير عن انتهاكات شملت الإحراق والقتل والاختصاب